للاعبين المرشحين لذلك وفي هذه الأيام سمعنا مجموعة من العروض المقدمة من بعض الأندية الخليجية لمجموعة من اللاعبين في منتخبنا الوطنية الأول لكن حتى الآن ما من شيء رسمي ممكن تأكيده إلا أنه ما قدم اللاعبين حقيقة في بطولة الخليج يؤكد إمكانياتهم الفنية العالية وإيضا مقدرتهم على الاحتراف في الخليج وحتى في أوروبا وربما رايد إبراهيم أيضا حاليا مع نادي باليتا المالطي يؤثبت ذلك كونه يعتبر واحد من المفاتيح الرئيسية في هذا النادي وهناك مثل ما ذكرت مجموعة من الأسماء الشابة الأخرى المرشحة للاحتراف عربيا وحتى أوروبيا في قادم الأيام بإذن الله تعالى